رحيل رئيس نادي النصر عمرو عبدالحق كان نتيجة لأزمة قلبية مفاجئة عندما فقد الوعي ودخل العناية المركزة الأعراض تشمل انهيارا مفاجئا توقف النبض والتنفس وفقدان الوعي قد تظهر أعراض تنذر بالأزمة قبل حدوثها مثل الانزعاج في منطقة الصدر ضيق النفس والضعف في حالة عدم وجود تنفس أو نبض ينصح بالانعاش القلبي الرئوي إما باستخدام اليدين فقط أو بتوجيه ثلاثون ضغطة على الصدر قبل إعطاء التنفس فارق رئيس نادي النصر السيد عمرو عبدالحق الحياة نتيجة لأزمة قلبية مفاجئة حيث فقد الوعي وأدخل إلى وحدة العناية المركزة كانت الأعراض الرئيسية لهذه الأزمة تشمل انهيارا فوريا توقفا عن نبض القلب والتنفس مما أدى إلى فقدان الوعي تنذر بوقوع أزمة قلبية قد تظهر أحيانا أعراض مسبقة مثل الانزعاج في منطقة الصدر ضيق التنفس والشعور بالضعف يشدد على أهمية الاستجابة الفورية في حالة توقف في التنفس أو النبض حيث يفضل إجراء الانعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين فقط مع توجيه ضغط بمعدل يتراوح بين مائة ومائة وعشرون ضغطة في الدقيقة في حالة وجود مهارات متقدمة في الانعاش القلبي الرئوي يمكن بدء الإجراء بتوجيه ثلاثون ضغطة على الصدر قبل إعطاء التنفس يؤكد للخبراء على أن الوعي بالأعراض والاستجابة السريعة هما مفتاح النجاة من هذه الحالات الطارئة وقد يساهمان في تحديد المسار الذي يمكن أن ينقذ حياة الفرد